موسيقى ستكون هذا صرح ثقافي مهم جداً في كندا في أونتاريو بالتحديد ونرح بكل الطلبة من كل الجنسيات ومن كل العرب وغير العرب ستكون الدراسة فيها على شكل مستويات وأنا راح أتبنى ثلاث مستويات المستوى الأول هو التأسيسي وطبعاً عادةً يكون التأسيسي هو يبتدي من الفتيان والفتيات اللي من عمر 13-14-15 وفما فوق وممكن يدخل الأدورت أو البالغين اللي 20-18 إذا يريد أو أكثر من 20 يريد يدخل معهم أيضاً ماكو مشكلة إلا إذا هو يعني محتاج يدخل للدورة التأسيسية الأولى وفيه لفل رقم 2 اللي هو المستوى الثاني أيضاً هذا تسجيله يختلف أيضاً ممكن يدخلون بفتيان وفتيات بس غالباً هو راح يكون من 18 وفما فوق هذا المستوى اللي يعدهم يعني مستوى جيد من الرسم يحتاج بعض التعليمات والتوجيه حتى يزيد خبرته والتعليمه وحتى يكون أكثر منهجي أكثر أكاديمي مدرسي يتعلم مثلاً بشكل عام هو كله راح نركز احنا على التشريح المنظور ستيلايف لاندسكيب سيتسكيب كل هذان الأشياء نعطي أساسياتهم بس بالطريقة الأكاديمية مو عشوائية يعني فقط ارتجاليات لا كله راح يكون اسلوب يعني واضح ومحدد وأيضاً إضافة نعلمه المصطلحات المصطلحات بالعربي وبالإنجليزي المصطلح هذا جداً مهم حتى نعزز ثقافة الطالب اللي يجي عندنا وأيضاً عندنا المستوى الثالث المستوى الأعلى من المستوى الثاني راح يكون شوية بأكثر احترافية حتى ممكن طلعكم بورا ترسمون لاندسكيب طبيعة خصوصاً صيف راح يكون فرصة رائعة لكم للعمل والتعرف على الألوان وأي استفسار أو سؤال راح يضرعدكم الويب سايد وإيميل ترسلونا أو تتسلونا التليفون بالإدارة ونحن نكون ساعدين بكم رقاكم وآلاً وسهلاً بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة